فصائل الدم كل ثانيتين يحتاج شخص لنقل دم فهي لندرس على أي أساس تتم عملية النقل لنحافظ على حياة أكبر عدد من المرضى اكتشف العلماء وجود نوعين من البروتينات على كرات الدم الحمراء أطلقوا على النوع الأول منها اسم Antigen A وأسموا هذا النوع من الدم فصيلة الدم A وأطلقوا على النوع الثاني منها اسم Antigen B وأسموا هذا النوع من الدم فصيلة الدم B لذلك فقد أسمى العلماء نوع الدم المحتوي سطح كراته الحمراء على النوعين Antigen A و Antigen B بفصيلة الدم AB واكتشفوا نوعا رابعا من كرات الدم الحمراء لا يوجد على سطحها أي نوع من نوع البروتينات فأسموا هذا النوع من الدم فصيلة الدم O والإنتج D والذي يحدد ما إذا كانت الفصيلة مجابة أم سالبة وهذا ملخص لفصائل الدم الأربعة ونوع الأنتج الموجود على سطحها فصائل الدم والأجسام المضادة يحافظ الدم في جسم الإنسان على أن لا ينقل له دم إلا من فصيلته عن طريق الأجسام المضادة والتي تتحد من فصيلة الدم الغريبة عن الجسم وتسبب التجلط فعلى سبيل المثال فصيلة الدم B تحتوي بلازمة الدم الخاصة بها على الأجسام المضادة A والتي تتحد في الأنتج A فتمنع وجود فصيلة الدم A الغريبة عن الجسم ملخص لفصائل الدم وضوابط عملية نقل الدم هذا الجدول سيلخص لكم فصائل الدم الأربعة ويوضح لكم ضوابط عملية نقل الدم ولنبدأ بفصيلة الدم AB والتي تحتوي على الأنتج A وB ولا يوجد ببلازمة الدم أي أجسام المضادة فهي معطية لفصيلة الدم AB ومستقبلة من فصائل الدم A وB وأو أما فصيلة الدم A والتي تحتوي على الأنتج A ويوجد ببلازمة الدم الأجسام المضادة B فهي معطية لفصيلة الدم A وAB ومستقبلة من فصائل الدم A وأو لكن فصيلة الدم B والتي تحتوي على الأنتج B ويوجد ببلازمة الدم الأجسام المضادة A فهي معطية لفصيلة الدم B وأو ومستقبلة من فصائل الدم B وأو وأخيراً فصيلة الدم O والتي لا تحتوي على أي أنتج ولكن يوجد ببلازمة الدم بها الأجسام المضادة A وB فهي معطية لفصائل الدم A وB وAB وأو ومستقبلة من فصيلة الدم O ولك أن تعلم أن فصيلة الدم O تعطي لجميع فصائل الدم وذلك لعدم احتوائها على أي أنتج وتسمى بالمعطي العام لكن فصيلة الدم AB تستقبل الدم من جميع فصائل الدم وذلك لعدم احتوائها على أي أجسام مضادة وتسمى بالمستقبل العام وبهذا نكون قد تعلمنا معا كل ما يخص فصائل الدم الأربعة